من مجلس الامن ان لا يمرر بنود الحصانات التي وردت في مبادرة السعودية او في اليات بالعمر لان هناك نوع من شرعنا للقتل علي عبدالله صالح يقتل الان وهو مطمئن الى انه سيجد في الاخير غطاء اممي كما وجد غطاء اقليمي يمنحه حصانات ومن الملاحقة والمسالة عن هذه الجرائم نحن طالب ان يجمد ارصده علي عبدالله صالح وان يقوم بحالة ملف اليمن الى محكمة الجناية الدولية وان يضعه واركان حكمه وابناءه على قائمة المطلوبين للعدالة نحن نطالب بان يتم محاصرة هذا النظام وعزله دوليا لكي يتوقف عن هذه الجرائم التي يرتكبها كل يوم واذا لم يحدث ذلك فان مجلس الامن معنى ذلك انه يتعامل بمواقف متناقضة انه لم يطبق ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على حماية حقوق الانسان على حماية المدنيين على حق الشعوب في تقرير مصيرها ونحن كيمنيين قد كنا لعلي عبدالله صالح لقد سئمنا منك ولا نريدك نريد ان نحيا حياة كريم نعم ولكن هذا المأمول من جانبكم اليوم في جلسة مجلس الامن سيكون لكم تحرك مع الجهات الدولية ومن بينها الامم المتحدة كما سمعنا من توكر الكرمان قبل ايام نحن عموما سنمضي في ثورتنا نحن نراهن بدرجة رئيسية على ايماننا بالله ومن ثم ايماننا بعدالة قضيتنا وبثورتنا وسنمضي يعني الى جانب الغورة سيد خالد انا اسأل هل هناك اي تحركات على صعيد المنظمات الدولية لانها الان تناقش مسألة اليوم هناك تحركات على صعيد المنظمات الدولية بين اجل التصعيد والضغط على مجلس الامن الدولي اللي يقوم بدوره من المقرر ان يدشن اعتصام مفتوح وان تكون السيدة توكل كرمان الحايدة على جائزة نوبل على رأس هذا الاعتصام ويكون اعتصام امام الامم المتحدة ليفغط على المجتمع الدولي اللي يقوم بدوره وايضا ليفضح الجرائم التي يقوم بها نظام صالح وفي ذات الوقت لتصدى لمحاولة الشرعنة والتبرير والاباحة لجرائم القتلى التي يقوم بها صالح من خلال منحه حصانات وبمانات تحفيه من العقاب والملاحقة في هذا الصدد ما هي تطلعاتكم من اللقاء المشترك الآن يجب ان نقول المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية هل هناك اي تطلعات هل تعاولون على هذا المجلس على الاطلاق نحن حتى الان قد حددنا خيارنا اننا نرغب في ان يقوم اللقاء المشترك او المجلس الوطني بان يعلن وفورا تبرعه من المبادرة الخليجية باعتبار ان هذا المبادرة الخليجية قد شجعت صالح على ان يمارس القتل وعلى ان يمضي في القتل على ان يخرج اشلاءنا واحشاءنا ورؤوسنا بوحشية وبشاعة وهو مطمئن نطالب الان المجلس الوطني ان يعلن ان المبادرة الخليجية هذه قد انتهت بفعل صالح الذي قام بقتل النساء والاطفال والشيوخ بقتل المدنيين وقتل المتظاهرين وان يقول انه لا حصانات ولا ضمانات لصالح من المحاكمة باعتبار ان هذا خيار شباب الثورة وبذلك سيكون المجلس الوطني يمثل خيار الشباب ويمثل قرار الشباب اشكرك طبعا خالد الانسي القيادي في اتلاف شباب الثورة الشعبية كان معنا من صنعات